اشتركوا في القناة في حياته لأنه سيخضع لعملية جراحية لقص ذيله في أقدم ناد لترويض وتدريب الكلاب في الجزائر بولاد فايت وهي العملية التي تخضع لها الكلاب من هذا النوع بعد عشرين يوما من ولادتها موسيقى 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 شهر بالتعضل لتمرسة من أجل المعرفة لذا أولا قد تكون نجاناً يجب عليها ونحن نجمع ذلك المعرفة لا يوجد من الأمر في الوقت لا أتستطيع ان تقوم بها فقط نعمل عن العديد من العديد لكنها تقوم بعمل تحديث في صحيح يجب أن تقوم بعمل تحديث يجب أن تتجعينه وقوم بعمل تأكد مثل نفسية سيئة نفسية سيئة فعيلة سيئة يسات سيئة ولكن قد لا تستطعى كون شيئاً سيئة فهومة في سيئة سيئة يستطع فتاة الفيئة تستطيع أن نظرة وكان يتساعد في الجدد من البرجر، في الهورية، لأنه يجب أن يتعبون في المشيئات هنا. الحمد لله. واحدة لتنقل قطع في حالة جيدة. والشيوهي في حالة جيدة. والنابء إن شاء الله يرتبونه هنا في حالة النتائج. لدينا أيضا في التجربة. لأنه فقط. هؤلاء من حالة عامة. تأسس هذا المركز سنة 1988 ويهدف لتدريب وترويذ الكلاب على الطاعة والدفاع بالإضافة إلى العناية الخاصة بهذه الحيوانات سواء تعلق الأمر بالعمليات الجراحية أو التجميلية كما يضم هذا النادي عدة عمال في مختلف تخصصات ناهيك عن العدد المعتبر من المنخرطين وأصحاب الحيوانات نادي الفاياتف هو دبعو سنتر فيترينير كان يتكريه في 1988 لذلك 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 السنتر فيترينير هذا بيطاري لذلك نستعمل العلاج على الحيوان والشياء والشاك والشياء والشياء ونحن يكون هناك جميع المصرر ونحن تلقى ونحن نحن تحديد فتح بإمكانه كما نحن النام التي نحن نحن موجود لكي نحن لم يكن هناك ونحن نحن نحن التعامل في حقوق حقوق المتلات في حقوق المتلات والحنوات والألفاء حتى أنه يوفر خدمة رعاية حيوانات أصحاب السلك الدبلوماسي الأجنبي الذين يفضلون تركها هنا فهلا فالخوف في المساكل المchancئين ويجب أن نسمع عنده ركو المشاكل يجب أن نفوضل لديهم لكل مجرد من ترئيبه للتحديد من إلحاء مستيقظ وكان يمنع لديهم ملوح الملاسيين مثل من براجال مالينوي مثل سالجلسانين وما سيتشفق بالنسبة للكلاب ذات الحالات الخاصة والمراضية يولي لهم البياطرة عناية خاصة من خلال قسم مخصص للعناية الخاصة والمركزة أين تجرى لهم مختلف العمليات الجراحية المستعجلة أو التجميلية تجرى لهم مختلف العمليات الجراحية المستعجلة يقف العشرات من القطة والكلاب منتظرين دورهم سواء تعلق الأمر بالأكل أو البيطارية أو بالترويض الأكيد أن الجو يروق لهم لأن من يسهر على رعايتهم وتدريبهم يوفرون لهم معاملة خاصة تضمن لهم أجواء مليئة بالعطف والإحسان تحديد من حالات القطة والإحسان لا، إنه ف score 2 seconds مثلاً ، يتفعي إلى عدة قتال وحيث في عدس العديد يتبع على الخارج س قد تفعل شيئا فعلاً يجب أن تفعي المحتوى على المحتوى ، فهو عدة عام لذلك لا يؤدي ولكن يُنطبق بالشياء من يتحرك المحتوى إلى مستقبل حان دور القطة الأصالة للدخول إلى غرفة العمليات لقد عانت كثيرا من ورم خبيث في بطنها هي اليوم أمام عملية جراحية مستعجلة للتخلص منه كان جيمي صاحب القطة يتابع العملية باهتمام كبير فبالنسبة له علاقته مع القطة تتعدى كونها حيوانا أليف إلى اعتبارها جزءا من عائلته ولا يمكن تصور فقدانها كانت القطة هذي كانت صبابة عندها ديجا أنتيمم خارج في صدرها والتي طولتان فاتيجي ماشي كمع ويدها تصوطي تلعب تجري تاكل بيان يعني شنجمون غاديكا في طبايا التحان غيرتها الأقداعيانا وبعدها ينفو نكارسة فيها جيبيكي يابي أنتيمم قلت أنا قلت ندي لها إن كونسلتاتيانا جيبتها لهنا يجبت أنا شهدها قد يودي بوميو الأوبيري وأنا قلت ديجا أوبيريتها مقبل بعد انتهاء العملية وجدت القطة أصال نفسها عاجزة عن التحرك بسبب التخذير رغم اللحظات الصعبة والآلام يبقى المهم بالنسبة لصاحبها جيمي أنها ستتخلص من الآلام بشكل نهائي صفة العمليات الجراحية المستعجلة لا تقتصر فقط على العالم الإنسان فعندما تكون هناك حالات مستعجلة عند الحيوانات تقصد المركز فإنك تجد طاقما طبيا بيطريا على أهبة الاستعداد لأي تدخل طارئ مثل ما حدث مع القطة ميمو التي أجريت لها عملية جراحية طارئة استلزمت استئصار الرحم من أجل إنقاذ حياتها لقد أثرت حالتها كثيرا على صاحبها الذي يعاملها وكأنها أحد أفراد العائلة أما بي من الله فهمي تاعي ما نقدرش أنا كي كون بيان لعب معاه ونقصر معاه وعنده بلاستو عنده بلاستو هو ديفو الضحكة تاعي هو سبابها ديفو الضحكة تاعي ديفو فلاجرونين كون صفا باي قليجي يلعب يجي صوت فوق تافي قصر معاه يشغل بنادم أوتوماتيك ما هو ينقص عليها بنتايا ما تردش بالكسير بلاستو بسيح نهار يغي بمتدارها كده يتحس باللي كيفاش لقد تهدك ما كاشو ما كاشو ما كاش بلاستو أوتوماتيك ما تردو بلاستو باينا فارا ونهدو كان يكاوي صوت يتولتو وكي يمرد توي يمرد لك وليدك ما تدوش تدوه هده تعتبر شغل وليدك بسكو علا أو معاك عم ورعم أو معاك بالنسبة لعمال وبيطرة مركزولات فايات للكلاب وتربية القطط يعتبر الاستقبال الجيد وطريقة المعاملة أمرا ضروريا يساعدهم في فهم الحيوانات والتواصل معهم من أجل تدريبهم بطرق مختلفة وبطريقة أسرع ومن أجل تفعل ذلك الوطريقة في المستخدمات العالمية ومن أحاول القططة لا أفهم كيف القططة نتجيب إلى النجاواتabilitiesünde جيدة للزواج لنقاق لديها أماكن لديها أماكن كما تتحرق يمكننا أن نتحب في مخزطنا نستطيع المعورات والمعورات والمعورات والمحزطي والمعورات 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 أناقة الحيوانات مجال هو الآخر له نصيب بمركز أولاد فايت فالأمر لا يقتصر فقط على الجانب الطبي أو الجراحي بل يتعداه إلى الجانب التجميلي من تقريم أظافر الكلاب والقطط والعناية بشعرهم ليظهر بوجه مغير تمام وجميل وكل حسب طلب صاحبه أبث أن يكون هذه الأعناق لك المعودة ي smartphoneجيش في الناس لا يمكنك فكرا عندما يتحضر لك كل شخص يومي من يت PARLAY لكن الآن صاحب المنزل من كنسجا كما تدعي نتشارك دعي صاحب المنزل لكن كما ستكون علاج من خلش يجب شخص يجب شخص يجب شخص يجب شخص كانت مجيليار ومجيليار الآن سأبدأ أولاً سأبدأ أولاً ونحن نحن 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 ليترجم إلى ما يعرف برفاء الحيوان لصاحبه كما يعتبر تدريب وترويذ الكلاب من أبرز مهام مركز فايت كلاب حيث يجتمع أصحاب الكلاب مرتين في الأسبوع تحت إشراف مدربين ذوي خبرة من أجل ترويذ كلابهم التي يستعملونها للحراسة أو للمرافقة حيث يفضل أن تتم عملية ترويذ رفقة صاحب الكلب من أجل أن يعتاد على التقنيات التي يستعملها المروض ويطبقها في حال الصعص عليه التحكم بالكلب الكلب لا يجب أن يحفر في الدار يأكله ويشرب كيف من هذه لكن كل الكلب يأكله ويقع في الدار مربوط ولم يقلق عليه يقولي سوفاج أولا أو لا سوفاج سواء يكون خباف سواء أغريسيف هذا يجب أن يتحدث عن دائما أولا أو لا سوفاج يقولي أنه يمكن أن يأكله ويقولون أنه ليسAlright وليس هناك sorry والخصوص يمكن أن يكسرون ويجب أن يأكله وي exceeds انخفض ويجب أن يخفضل هذا الذي يُ faس نحظ يجب أن يخطرهم أو أن يجب أن يحمل عليك أنا يخطر يتعلم كن ، الخصوية ، مستعملة ، لأن المدين كان سهلاء من المدينة في الزرق والتحدي ، عندما يتعلم عن형 الذين يفعلون على كيف حلول الإمتاع إلى الناس ، ايضا لكي يتعرف على الأندن ادعي أن يتعرف على المدينة للتحديل ، والتحديل ، ويقام بالتحديل لأنه من سهلاء ، إنقاذ حياة الحيوانات ورعايتهم هو سلوك في قمة الإنسانية ويدل على رقي نفسية القائمين بذلك في حين تبقى مثل هذه المراكز الناذرة في الجزائر أمر جميل وتثمن مجهودات القائمين عليه خاصة فيما تعلق بالتكفل بالقطط والكلاب سواء أن التي تخضع للعمليات الجراحية أو التي تعنى بالترويض من أجل استعمالها في الحراسة اشتركوا في القناة